اهلا بكم من جديد في حديث القاهرة اخر فقرة معنا النهاردة هي حوار مع واحد من المتخصين اللي عندهم فيجن حيقدروا يجاوبونا على السؤال بمتهى السؤولة ويفاهمونا اللي بيحصل ايه ليه تلاغت شهادية ال 18% وبقى فيه 14% طيب دلوقتي انا اعمل ايه اعمل بفلوسي احطها في شهادات ولا ما فيش داعي دلوقتي الفوائد رايحة لفين اسئلة كتير بس الاجابة عليها هتكون من خلال ضفنة اللي موجود معنا النهاردة في حديث القاهرة الخبيل الاقتصادي الاستاذ احمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع العزيزة اهلا بك اهلا بحضرتك استاذ كريم اهلا بجمهورك انت طبعا اكيد سمعت السؤال ده طول الوقت من ساحة خرج القناة طبعا طبعا الحقيقة خلينا نحط كل حاجة في سياق ورؤية مهمة جدا السياق الفترة اللي جاية هو ازاي يتم تحويل الاموال الساخنة الى اموال ساكنة بمعنى ايه ان الدولة مش عن طريقة دات سعر الفايدة هي اللي بتتحكم دلوقتي في كل الرؤية الاقتصادية للقادمة لا هو رؤية جذب الاستثمار الاجنابي المباشر الاف دي اي الفورين دايركت انفاسمنت دي المعادلة اللي الحكومة والفيجن والرؤية اللي شغل عليها خلال الفترة القادمة انت دلوقتي كبنك مركزي اي بنك مركزي في العالم ليه 8 اجتماعات الاسعار الفايدة سنويا التمن اجتماعات دول يعني كل شهر ونصف اجتماع وده الفيدرال ريزيرف او البنك المركزي الامريكي والبنك المركزي المصري والبنك المركزي البنوك المركزية بتعمل كل البنوك المركزية في العالم الاجتماع ده الترند اللي شغال في العالم كله على مدار 2022 وعلى مدار 2023 هو رفع اسعار الفايدة لما امريكا او البنك المركزي الامريكي بيرفع سعر الفايدة زي ما حصل في يوم 4 مايو الجاري ورفع سعر الفايدة نصف في المية دلوقتي بقى سعر الفايدة في امريكا بيصل الى 1 في المية ده بيخلي فيه رؤوس اموال كتير جدا بتروح للبنوك الامريكية بتروح لاستثمارات في اليو اس بونتس او السندات الامريكية وده بيأثر على الاميرجينج ماركتس او الاسواء الناشئة لكن هنا في ظل رؤية جذب الاستثمار الاجنابي المباشر ورؤية الحكومة اللي دعم المواطن المصري بيكون فيه اصدار شهادات ادخار بفايدة مرتفعة العائد يعني طب بس علشان الناس اللي بتتعامل معنا دلوقتي بتفرج علينا هي كمان يبقى الموضوع بالنسبة لها مبسط ان البنك الفيدرالي الامريكي لما بيرفع سعر الفايدة معناه انه عايز يلم الفلوس مسوء عشان التدخب بتاعه عالي مش عايز الناس تشتريه صحيح ده لما بيحصل كل رؤوس الاموال في الدول البسيطة اللي هي اللي انت قلت عليها الناشئة بتقوم رايحة اللي هي الاجنبية طبعا بتستثمر في البورصة او في البنوك بتروح للبنوك الكبيرة اللي رفعت سعر الفايدة عشان تاخد فلوس اكتر صحيح فبتتأثر الدول اللي زين صحيح هاي فالبنك المركزي المصري عمل ايه بقى؟ بيعمل حاجة مهمة جدا هو رفع سعر الفايدة 2% زي ما حصل يوم 19 مايو وقبلها في اجتماع استثناء يوم 21 مارس تم رفع سعر الفايدة بالنسبة 1% ومع خطوة رفع سعر الفايدة على الإداء والإقراض بالنسبة 1% في 21 مارس كان طرح الشهادات مرتفعة العائد اليو 18% لمدة سنة لمدة سنة دي بتدي عائد شهري سابت للمواطن المصري اللي بيدور على فواد الاموال او الفلوس اللي مش محتاجها وعايز يستثمرها في وعاء الدخاري سابت يضرله داخل شهري بيعينه على متطلبات المعيشة وبيصرف على حياته وحياته قسرته فكان الـ 18% الناس حطت فلوسها في الـ 18% طيب طلع علينا البنكين بنك الاهلي وبنك مصر وقالوا احنا خلاص وقفنا كده الـ 18% اكتفينا وتم طرح شهادات جديدة بـ 14% بس دي لمدة 3 سنين طيب أنا كمواطن عادي والله كان عندي شوية فلوس سروا حطوهم في البنك لمدة سنة 18% أنا حد على المعيش عندي شوية فلوس على جنب أنا حد باعت حاجة عندي شوية فلوس على جنب فبيعملوا كده تمام أنا دلوقتي مش هستفيد بالـ 18% ده كان عائد كبير بالنسبة لي بأخده شهري تمام إيه الأفضل لي بالنسبة لي دلوقتي الـ 14% دي إزاي ممكن تكون بالنسبة لي مفيدة أنا متدايق إن البنك وقف 18% بنقاط سريعة ومختصرة ومباشرة أنا دلوقتي لو معايا استثمار الشهادة دي بتبقى 1000 جنيه ومضاعفاتها سواء في الـ 18% أو في الـ 14% لأنه لو بشتري 100 شهادة تمن الميت شهادة حيبقى 100000 جنيه الاستثمار عليهم في 18% كان 18000 جنيه سنويا اللي هي المدة سنة وبتقسم على 12 شهر مثلا موجودين في السنة يبقى 1500 جنيه شهريا ده دخل شهر يسابط طول مدة السنة لما توقف العمل بالشهادة مبارح الـ 32 مايو تم طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنين بحسبة بسيطة أنا دلوقتي على نفس الميت ألف جنيه اللي هو الاستثمار لميت شهادة هي برضو الـ 14% ألف جنيه ومضاعفاتها فالميت شهادة حيبقوا 100000 جنيه استثمارهم في السنة بيدر عائد 14000 جنيه يعني بالزبط بقى سمم على 12 شهر موجودين لأن العائد برضو شهريا وبالتالي يبقى 1166 جنيه شهريا لأي مواطن بيستثمر 100000 جنيه في الشهادة دي طيب على مدار 3 سنين يبقى بضرب الـ 14000 جنيه اللي هو الفايدة السنوية بيبقى فيه 3 سنين يبقى 42000 جنيه وبالتالي 42000 جنيه مكرنة بالشهادة اللي تم إيقاف العمل بي مبارح اللي هي 18000 جنيه دي بحسبة بسيطة بس أهم سؤال عشان أي حد بيشوفنا أي سؤال الجوهري في الكلام ده كله أنا كمواطن مش محتاجي الفلوس دي وقت قد إيه فيه ناس بتبع عندها الاستثمار سريع فبتدور على الدهب لو حصل قفزة في سعر الدهب فبتعمل مكاسب بسيطة فيه رؤية للاستثمار في البورصة و12 شركة حتترحم الحكومة في البورصة المصرية وتنشطها عشان تعزز برضو الاستثمار سواء المحلي أو الاستثمار الأجنبي فدي برضو الريتيرن بتاعها أو العائد بتاعها بيتناسب مع الرسك المخاطر وبالتالي كلما البورصة الرسك بيبقى عالي بيبقى برضو الارتفاع العائد بتاعها وبعدين انت قادر ان انت تفكها وتشتريها في اي وقت انت عايزها صحيح انواع من الفايدة فيه فايدة سنوية 15% فيه فايدة ربع سنوية 14% فيه فايدة شهرية اللي هي نفس الـ 14% بتاعت البنك الاهلي وبنك مصر بس الفكرة انا مش محتاج الفلوس لديه يعني انا ممكن استثمر في البورصة فالعائد حيبقى عالي بس برضو لازم والمخاطر كمان عالية بس محتاج متابعة للشركات متابعة لأداء الشركات والأخبار والإفساحات بتاعتها فيه استثمار في الدهب وده مرتبط ببورصات عالمية لان سعر الدهب هنا بيتحدد في مصر عن طريق 3 عام رئيسية العامل الاولاني هو سعر الدهب في البورصات العالمية تحديد ده لندن ستوك اكسجينج او بورصة لندن للمعادن ولندن متل اكسجينج الفكرة الاساسية التانية ان سعره الدولار قدام الجنيه هنا لان الروماتيريال او المادة الخامة يتم استرادها بالدولار من الخارج وتالي سعر الدولار مرتبط على سعر الدهب الحاجة التالتة هو العرض والطلب السبلاي ان دماند هنا في مصر مرتبط برضو هو بسعار الدهب عشان يحصل نمو للربح اللي انا متوقعه من الدهب لازم يحصل قفزات وبالتالي ما هو السيف هيفن او الملازل الامن الان في مصر هو الشهادات مش الفكرة ان انا بشوف المواطن البسيط اللي بيدور على عائد ريسك فري خالي من المخاطر ومستقر بالنسبة له وعارف حيجيله كام كل قدق كل شهر حيجيله على لوام عام الشهادة بمئة الف جنيه حيجيله كل شهر اللي انا اشتريت مثلا يوم واحد ستة يوم اثنين في بداية كل شهر حيتحط سعر الالف مية ستة وستين جنيه شهريا لمدة تلت سنين يعني ستة وتلتين شهر حفظت على عائد فيه انواع مهمة جدا من الاستثمار تانية سال استثمار في العقارات ولكن الاستثمار في العقارات بيحتاج مدد اطول من خمس سنين فما اعلى علشان متوسط زيادة نسبة سعر العقار وفقا للماركت فاليو بتاعها خمس واشر في المية سنويا واوقات بيوصل فيه بعض السنين اللي هي عشرين في المية ولكن ده محتاج نفس اطول محتاج مستثمر يصبر شوية على الفلوس اللي هو بيستثمر فيها في العقار الحاجة المهمة للغاية لو اي مواطن بيشوفنا ايه هي النصائح في وسط عالم متغير جدا وشديد الاضطراب والانسيرتينتي او العدم اليقين والبكرة مش عارفين فيه ايه يعمل ايه في الظروف اللي زي دي وعلى فكرة انا لسه راجع من بريطانيا الاسبوع اللي فات نفس الاسئلة دي مطروحة بالمواطن البريطاني اللي كنت بلاقيه في الشارع برضو نفس السؤال نصائح وبرا عن ايه اول حاجة اول حاجة بحافظ على دخل شهر سابت عن طريق الشهدات دي بحافظ برضو على جزء من الليكويديتي او السيولة او الكاش اللي معايا كفلوس اقدر استعين بها في حركة حياة اليومية او المتطلبات المعيشة تاني نصيحة يعني بحافظ على الكاش المطلوب لعنت دي اول نقطة نقطة التانية انا عندي اوبشن ان انا اشتري اي سلعة كاش كامل سعرها باعد احوش الفلوس لحد ما اشتريها وبالتالي ممكن اشتري بالتقسيد ده اوبشن مهم للغاية اشتري الحاجة بالتقسيد ده عملنا هنا في حديث القاهرة ثقافة التقسيد انها بالنسبة لنا في الفترة المهمة اجابات سريعة لأسئلة شغليكم وشغلة للناس مع تغيرات سعر الفايدة جاوبنا عليها خبرنا الاقتصادي الاستاذ احمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع انا بشكرك جدا انا بشكرك جدا اشتريك معنا النهاردة فقرة سريعة ومفيدة للناس شكرا جزيلا وختمنا مع حضرتك اسبوعنا مشاهدينا في كل مكان النهاردة خلصت حلقتنا خلاص من حديث القاهرة ان شاء الله بكرة اربع خميس جمعة معاكم زميلنا العزيز الاعلامي الكبير والكاتب والمفكر والصديق العزيز جدا استاذ ابراهيم عيسى تسع مساء ويوم السابت هيكون معاكم زميل العزيز خير رمضان حد واثنين ان شاء الله هنتقابل معاكم انا وهو ونقابلكم دايما على خير تصبح على خير